بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد. طلاب الغليل اهلا بكم. ان شاء الله رب العالمين النهاردة هنلعب مع بعض شوية كده في موضوع الاساي. المقال والبريغراف والقصة اللي انت عرفها دي. قبل ما ابدأ كده انا حباش اخبط لك شخبيطة كده الاول. قبل ما ابدأ اشرح. نتخيل كده مع بعض يا شباب ان اللي قدام ده كده عبارة عن مقال. اللي عملته ده كده. كده مقال. عبارة عن اول قدامك. مكتوب كده بالمنظر ده. اكتر من جملة. وبريغراف ده خلص خلاص. نبدأ بريغراف التاني. هنسيب نصانت ونبدأ برضو نفس القصة. اكتب بقى سبعة تمن تسعة بريغراف. عايزك تفهم معي كده. ان ده اسمه بريغراف. الجزء الاولي ده اسمه بريغراف. ده بريغراف. تمام? وده كمان بريغراف. ركز معي. رقم واحد المقال عبارة عن مجموعة بريغرافات. ده رقم واحد. طيب البريغراف ده عبارة عن ايه? عبارة عن مجموعة من الجمل. طيب الجملة دي عبارة عن ايه? عبارة عن كلمات. حلو كده? يبقى ده اول تصور عادي تفهموا في الصفحة الاوليانة دي. ان المقال اللي قدامي ده اسمه مقال. عبارة عن بريغراف وبريغراف وبريغراف اكتر من بريغراف. طيب البريغراف ده عبارة عن ايه? البريغراف دينت. ايه دينت ده? مسافة بدئة. احنا ممكن نسميها يعني مسافة في اول السطر. طيب مستر هو احنا المفروض نعمل كام ركز معايا كده. مش محدد. عدد البرغرافات. مش محدد. ولكن لازم يكون على الاقل عندك تالة البرغرافات. وزي ما اتفقنا. لازم يكون التلاتة دول موجودين. طيب عاد البرغرافات ببقى كام? تلاتة ولا اربعة ولا سبعة? مش محدد. طيب عذل الجمل اللي انا بكتبها في كل واحد من دول برضو مش محدد. براحتك اكتب في كل تسعين الف جمل. ولكن ركز ان دي لازم لا تكون طويلة. المقدمة ما تكونش طويلة وده منطق. انت بتكتب لمقدمة سبعتاشر جملة وبعدين كل بعد كده خمس جمل ده مش منطق. انت بتعمل مقدمة اللي اللي هكتبه فالمخفوض المقدمة يتكون حابة صغيرين كده عشان تجزب انتباه القارئ. ده بداية. احنا كده في اول صفحة هنا ان ان المقال مجموع من الباريجرافات والباريجراف ده مجموعة من الجمل والجملة عبارة عن مجموعة من الكلمات. اي مقال في الدنيا عبارة عن مجموعة باريجرافات. وكل باريجراف لوحدو مستقل عبارة عن مجموعة من الجمل. طيب حاجة تانية مش محدد على العشان كده حتى تلاقي ده ما يقولك ايه? a't doesnt matter. مش لازم يعني. how many you use. كم عالي تتسخدمها ده مش لازم. مش محدد ومش معروف. برحتك انت اكتب كما تشاء. طيب. الحاجة الاولانية بقى انا عايزك تفهم ان اي مقال المقال ده عبارة عن باريجرافات. طيب. اه الحاجة اللي بعد كده ده المقال ده عناصر المقال. عناصر المقال دي عبارة عن ايه? تلات عناصر قاسية. اول حاجة اسمها الانترو داكشن. الانترو داكشن دي اللي هيا المقدمة. طيب انا بعمل ايه في المقدمة دي? افهم الكلام ده معي. المقدمة دي يا شباب احنا بنسميها المنطقة اللي فيها جذب انتباه القارئ. يعني انت لما تقرأ المقدمة بتهت اي مقال فانت ممكن تحب المقال وتكلمه وتكمله او تزهق وتسيبه تمشي. الهوك دي يعني انك تجزي بانتباه الشخص اللي بيقرأ فيحب يقرأ يكمل معك. ده من الاخر كده هي الجزء الاولاني. هو دي برضو يأتي فين يا شباب اولا. عادة تفهم ان المقدمة ما تكونش طويلة ما يفعش تكتب المقدمة سبعين سطر انت بتهزر كده. طيب عادة تفهم كمان ان في دي احنا احنا بنجذب انتباه مين القارئ. عشان كده بيقول لك ان في حاجة اسمها دي يعني الجملة اللي بتجذب انتباه القارئ وهنجي لها تلوقتي عموما في مكانها يعني. طيب دي بتكون بمثابة ايه في المقال المقدمة دي بتكون فيه مسابة ايه في المقال? بتكون بمثابة القاتي. بتكون بمثابة الخريطة. اللي انا كواحد بقرأ عايز اعرف المقال دي بيحكي عن ايه? فاقرأ دي عبارة عن يعني يعني خربت الطريق. انت لما تمزك اي مقال تقرأ مقدمته فبتفهم الرجل بيحكي عن ايه فاتكمل. او تملي وتمشي. ده حاجة. ما عايز اكتركز معاش احنا المعلومات من كل حتة معلومة كده فالموضوع مش متركب على بعض. طيب اه دلوقتي انا كتبت عايز اكتب تمام? ايه الجمل اللي بتكون موجودة في اي حاجة في الدنيا في الانترو دكشن وفي الانترو دكشن? هقول لك عليها بس بعد ما اخلص. الحاجة التانية معنا اللي هي البودي يا ولاد. ايه البودي ده? البودي ده اللي هو جسم الباريجراف. الجسم يعني بالاخر ده يعني الجزء الاساسي في اي باريجراف في الدنيا هو البودي. ده اللي احنا بنحكي في التفاصيل بكل دقة. في البودي خد بالك حياتك بتعمل يعني بتعمل توسع المعلومات اللي عندك. فتديني بقى اللي هي تفاصيل وتعمل لي تعمل لي مقتبسات وتعمل لي احصائيات وتديني امثلة وتحكي لي عن بتاعتك كل ده بحصل فين? في البودي. خد بالده ما ينفعش يحصل في الانترو دكشن. الانترو دكشن دي ما بنعمل سفها اي تفاصيل. الانترو دكشن بنكتب فيها حاجات مختصرة جدا ودلوقتي هنعرف الباريجرافات فيها ايه. طيب اللي قلنا هو الحاجة التانية ما كانوا فين? احنا اتفقنا ان احنا عندنا تات عناصر. وبعد الانترو دكشن بنكتب البودي وبعد البودي بنكتب يبقى البودي ده مكانها فين? ركز بي فور زي آآ افتر ذي انترو دكشن سوري افتر ذي انترو دكشن ان بفور ذا كون كوليوجن ركز جده البودي بيكون افتر زي انترو دكشن بعد المقدمة. وبي فور زي كون كوليوجن وركز في الكلام ده عشان الامتحان لما يجي اختيار يتعرف تحل. طيب فين بتيجي افتر ولا بيفور ذا بودي لأ ده بيفور ذا بودي اهم زي كوليوجن قبل الجسم الباريجراف وقبل الخاتمة. طيب في في الاباضي زي ما قلنا احنا بنعمل للمعلومات. تمام. طب كم جملة يا مستر مش محددين. طيب اكتب كم كلمة في كل جملة برضو مش محددين انت حر اكتب زي ما انت عايز المهم ان الكلم يكون بالتناسق وتلتزن بالعناصر اللي انا احكي handy الوقت. طيب الحاجة التالتة بألي معانا اللي ياسمها الكون. الكون كوليوجن دي هيمين بقى الكون كوليوجن دي لها الخاتمة. اللي هي اخر حاجة خالص الكون كوليوجن دي كم بز لستي اتت Kayn néhaya von Zay safe. في نهاية المقال. احنا بنعمل في الكون كوليوجن. ركز معي انت في. في. يعني انت بتكتب الفكرة ال lens شية في في انت بتعمل يعني بتكتب تاني الفكرة بس هنا بقى بكلمات مختلفة مختلفة بمعنى انا في المقدمة قلت لك مسلا على سبيل المسال مسلا دي الجملة الاهسية مسلا ديت الجملة الاهسية خالص لما دي كتبناها كده في المقدمة طب انا عايز اكتبها تاني في الخاتمة اكتبها ازاي لو انا كتبت لك تاني ده غلط لازم انا اغير في الموضوع فاقول مسلا يعني التكنولوجيا لها قيماتها العظيمة ما هو قيمتها يعني اهميتها انت كتبت نفس المعنى لكن كلامات مختلفة وده المفروض نعمله طيب في ملحوزات ده عايزك تاخد بالك منها برضو في موضوع دي من الملحوزات دي بقولك ان في ودي حتة مهمة يا ولاد لا تحوي افكارا جديدة ما ينفعش نكتب فيها افكار جديدة وما لنكتب فيها ايه احنا بنعمل ده بس انا ما اتفقنا بكده بنعمل يعني بنعيد كتابة بنلخص اللي احنا قلناه يبقى في بنعمل او للي اتحتب في كله طيب اه وزي ما اتفقنا اه وخط بالك في يعني ايه ما تسيبش افكار معلقة يعني ايه برضو يعني ما تقدمش معلومات جديدة وتسيبها انت عملت تحكييلي عن ان تكنولوجيا دي مميزات كلها مميزات 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 ما تروحش انت جاي في الحكييلي عن حاجة في العيوب لا حضرتك انت كده غلط ده بحكي عن ايه لازم تلتزم بيه من المقدمة والبودي ولحد ما نوصل الاخر طيب وانا بكتب يا شباب وانا شغال بكتب لازم اراعي ان في حاجة اسمها يعني ايه ترتيب المعلومات في ده ليه اكتر من شكل اللي احنا شفنا قبل كده في الاسئلة دايما اللي هو اسمه الكلام ده كله في الملف اللي انا نتلتك على الجروب ده معناها الترتيب او التسلسل الزمني يعني تسلسل زمني لما نيجي نقول مسلا ان في سنة الف وتسعمية وتمانين حصل كزا بس الف تسعمية تلاتة وتمانين الموضوع تغير وبعدين مصر معرفش عامات ايه في الف تسعمية وتسعين بقى حصل كزا انت بتكلم على زمن ده كله كده زمن عشان كده اسمه طيب في حاجة بكمان نوع من انواع الترتيب اسمه ده اللي هو الجغرافي اللي هما بيسموه مكاني لما قلتك حاجة حصلت في مكان معين وبعدين بلد تانية وبعدين بلد تالتة مدام اماكن يبقى طيب ممكن يكون البرجرافي قدامك ده بديك بديك مشكلة وبعدين بديك حلول للمشكلة فده اسمه يبقى لو الموضوع بتكلم عن زمن اسمه طيب بتكلم على مكان يبقى اسمه تب بتكلم على مشاكل وحلناها يبقى اسمه طيب خصائص البرجراف الجيد ركز بقى كده في الكلام ده كمان خصائص الجيد وانا بكتب بارجراف ايه الخصائص اللي انا بلتزم بها عشان البرجراف يطلع كويس اول حاجة كده يعني ايه يا مستر معناها وحدوية الفكرة يعني احادية الفكرة يعني ايه وحدية الفكرة برضو انت كتبت في ده جملة بتكتب فكرة معينة وبعدين تبدأ تطور الفكرة نفسها مش ينفع تكتب فكرة وبعدين تروح سايبها ودخل على فكرة تانية وتروح سايبها ودخل على فكرة تانية انت كده بتهزر ده كده غلط انت بتكتب نفس الفكرة وبعدين تبدأ تطور الفكرة دي طيب يبقى اول واحدة من خصائص البرجراف يونيتي الخاصية التانية بقى اللي معانا تاني خاصية معانا في الخصائص يا شباب اللي هي اسمها وعند دي محتاجين نواف ستين يوم عشان كوهيرنس دي اكتر حاجة بتيجي في اسئلة كوهيرنس ده من الاخر كده كوهيرنس دي معناها الاتساق يعني ايه الاتساق برضو يعني وانا بقرأ ما بحسش ان انت خطفتني خطفة كده وانا قالتني من الفكرة الفكرة من غير ما 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 افهم اللي حصل فالكوهيرنس دي دايما بنستخدمها لما تلاقيه بقول لك ايه في الاختيارات يعني اللي هو الانتقال اللي يعني ايه حس ان الموضوع فيه نعومة في الانتقال كده ولانتقال الدقيق والانتقال السهل من فكرة لفكرة او احنا ممكن تلاقيه ماكتوب عليه الموضوع يعني الانتقال المنطقي الكلام يكون منطقي يبغى العاية تفهم ان في دي احنا بنحافظ على موضوع Live و ولما تلمح الكلمتين ده لا اصلا افهم من عنك الحاج اللي بسألك على طيب بقولك ان ده معناها ايه اصلا معناها ان الافكار دي يعني ايه يعني الافكار تبقى متصلة ببعضها وبعض ميكونش في انفصال بين الافكار. ممكن بدأ يعبر لك عن دي بكلمة تانية لاسمها انا شرحت الموضوع ده تلات مرات وهشرحه تاني والتالت ورابع لحد ما نحفظه. انا عايزك تحفظ الكلام ده كويس. يعني عايزك تفهم ان في احنا بنعمل ايه? او الكلمات اللي احنا بنعرف بها ده على فكرة الاربع كلمات ده اصلا بنفس المدلول. يعني ايه? ما هو الانتقال من جملة لجملة بشكل دقيق او بشكل منطقي وان الافكار طب ملتصلة ببعضها البعض ما يكونش في انفصال بينها وبين بعضها ده اسمه ما ينفعش تقول لي مسلا في باريغراف انا اشتريت سيارة اي بوت اكار ان تو ساوزن تن. تو ساوزن تو مسلا. افتر زات اي هاد ان اكسيدنت. وتحط له نقطة كده. ماي براثر ازهابي. ما ماي براثر ازهابي باللي انت اشتهيت عربية عملت حدثة. لازم يكون الكلام ده لي علاقة ببعضه. عشان كده احنا قلنا لازم يكون الفكرة واحدة وانطورها. طيب يبعنا كده قلنا ايه الحاجة اللي بعد كده المبدأ التالت اللي هو مبدأ التأكيد اللي هو اسمه ايه التأكيد ده يعني? التأكيد ده من الاخر كده ليه علاقة بها يعني ايه برضو انت عندك مسلا تلات اربع افكار عايز تكتبهم في البراجراف ده. انت بتبدأ بانه فكرة فيهم بتبدأ بزا موست يعني ايه زا موست يعني الاكتر اهمية في الموضوع ده كله. تكتبها فين ديت? في طيب وبعد ما تكتب الفكرة المهمة تنزل على الاقل الاهمية. الاقل الاهمية. يبقى عشان لما يجي لك يقول لك لما نيجي عشان نحقق فاحنا بنكتب الافكار وفقا ليه وفقا لحجمها? لا. وفقا ايه? طب بنكتب الافكار الاقل الاهمية بحيث نجزي بانتباه القارق لا يا فندي بنبدأ الافكار الاكثر اهمية. الموضوع مش صعب ولكن محتاجة انك تركز فيه على قد ما ده. كل ما تركز في الموضوع ده وكل ما اتعرض له اكتر هتلاقي ادني حلوة. طيب. فاحنا كده قبل ما امشي بالحتة دي عايزك تنتبه لفكرة. ان المقدمة يا عم من فاش تفاصيل والخادمة الخاتمة ما يكونش فيها معلومات جديدة. الخاتمة ما يكونش فيها اي معلومة جديدة. طيب ازاي نحقق الكوهيرنس? انا عايز اعمل الكوهيرنس يا مست عايز اعمل التسقف الجملة. في البرارة اللي انا اعمله ازاي? قال لك يا باشا فيه قدامك اكتر من طريقة. طيب الورانية انك انت تستخدم الريفيرنس يعني ايه الريفيرنس دي عم من الاخر اللي هي الدمائر واسمها الاشارة والناس دول. بمعنى ايه برضو? لما تقول مسلا اه انا قابلت رجلا كبيرا في الشارع. اي هل بد نقط. هنا انت عشان تحقق تستخدم هتقول يا ترى والاي هل بد زا المفوض نقول لما تستخدم كلمة دي بقى اسمها يعني كلمات بنستخدمها علشان نشير لحاجة معينة. كلمة دي عايدة على مين? ده رقم واحد. طيب وممكن كمان نستخدم كلمة زس وكلمة زات والناس اللي انت فاهمها دي كلها كده تنفع في نفس الموضوع. طيب يبقى اول مبدأ عشان احقق زي ما دفعنا نرجع تاني كده. اول حاجة عشان احقق انا باستخدم الحاجة التانية اللي انا باستخدمها عشان احقق اللي هو الاتسلاق بين الجمل وبين بعضها. رقم اتنين. رقم اتنين انك تستخدم انك تستخدم كلمات وافكار مكررة. بمعنى ايه من الاخر يعني كده وببساطة. انت بتكتب في البرراف ده مسلا عن اه اثار التلاوث مسلا يعني اثار التلاوث. يبقى انت في اول جملة بتقول لي بقى اه بوليوشن مسلا بوليوشن هاز ميني باد افكتس انقص انقص انت كده استخدمت لي كلمة ايه باد واستخدمت لي كلمة افكتس قدام بقى لما تيجي تحكي لي عايز تستخدم كلمة تاني حط مكانها مسلا كلمة فاتل يعني سيء كلمة سلبي طب نيجي عايزين كلمة نستخدم بدلا منها كلمة تانية فنستخدم كلمة اللي معناها تأثير برضو او كلمة شوف الكلمة بنستخدم بدلا منها كلمة تانية بنفس المعنى ده اسمه انك تكرر نفس الكلمة بس بس اخر مختلف عن اللي انت استخدمته. الحاجة التالتة يا جايعانة اللي احنا بنستخدمها عشان نحقق الحاجة اللي بعد كده اسمها بقى. ايه دي بقى? عايز اكتفهم ان دي الكلمة اللي قررنا بتاعتها اسمها اشارات انتقالية. بمعنى ايه? انت ممكن تكون في المسلا بتكتب اه this car is fast. العربية دي سريعة. but that one is slow. كلمة but دي اسمها transition. يعني كلمة انتقالية. انتقلنا من جملة لجملة تانية. بس انا استخدمت كلمة but هنا عشان نعمل ايه? عشان نعمل comparison. بين حاجتين different. حاجتين مختلفين. طيب لما تقول مسلا this car can move fast. in addition. it can do so and so. كلمة دي اسمها transition word. بس الهدف منها هنا نعمل ايه? هنا عشان نعمل بها addition. اللي هي الاضافة. حلو? طيب. تيجي في جملة مسلا. تقول لي علي. آآ لست ان ارم. علي اتفاق فوق قطع دراعه يعني. زت از والي ولذلك هي از دي حضرتك من برضو. من الاخر دي اللي هي الرابط اللي بنحطه في نص الجملة. طيب زت دي بنستخدمها هنا لياه عشان الاثر والنتقساب والنتيجة يعني هو هو في المستشفى ليه? لانه وكسر دراعه. طيب. الحاجة اللي بعد كده نستخدمها عشان نعمل احنا قلنا تلاتة كده اخد بالك احفظ معي. وربيت. الحاجة اللي بعد كده اسمها دي معناها الاحلال. يعني ايه الاحلال برضو? اسمع من اللي بقى الكلمة دون. انا عايز اقول لك مسلا في جملة اسمع كده بما ديك مثال عشان يفاهمك. لو انت عايز تبقى لقى اخ بدنيا. يجب عليك ان تصحى بدري وكل طعام ايه صحي. اخد بالك دي جملة بص اقول لك لو انت عايز تبقى لقى بدنيا فانت لازم تعمل تحت حاجة دو اصحى بدري اعمل رياضة وكل طعام صحي. القيام بذلك يوروبا ما يساعدك. اخد بالك كلمة دي انا استخدمتها بمعنى القيام بذلك. ذلك اللي هو كم حاجة اللي قلناها التلات حاجات. القيام بذلك يعني القيام بانك تصحى بدري وتمارس رياضة وتاكل طعام صحي بدل ما قولك بقى عندما تأكل طعاما صحيا وتمارس رياضة فان ذلك بدل ما تكرر الكلام فانا باستخدم هنا كده حاجة اسمها اللي هي الاحلال. انك تحل كلمة مكان كلمة. طيب. الحاجة اللي بعد كده والاخيرة اسمها ايه دي بقى من الاخر يعني? من الاخر دي معناها انك انت آآ تستغني عن مجموعة من الكلمات دي معناها استغناء عن كلمات. انك تستغني عن مجموعة من الكلمات. بمعنى برضو مثال يعني من الموضوع ده. بص. احنا عندنا اربع مشاكل أسية. في مصر. نقطة. المشكلة الاولى وبعدين كتبت. الثانية التالتة. قال لك انت بدلا ما كل اشياء تكتب لبروبلم فانت بتروح شاهل كلمة دي لان احنا فهمنا من غير ما تكون مكتوبة. يعني بتروح طبعا نسبها. في مصر. في مصر. كزا. يبقى ان انت تستغني عن كلمات لانها اصلا مفهومة من غير ما تكتبها لي. حلو? طيب. برضو تقول لي مسلا ايه? ان عربية ديها اربع مميزات. از كزا. ما تقول ليش او ولا زي ما تكتبش كلمة هنا. يبقى اسمه. يبقى انا كده يا مصر عرفت ان انا بحقق الكوهيرنس ده من خلال اربع حاجات. تركز الكوهيرنس ده اصلا ايه هو? ايه لا زميله ده? الكوهيرنس ده واحد من خصائص الباريغراف. ركز واحد من خصائص الباريغراف. وهم مين اصلا خصائص الباريغراف? قلنا يونيتي. وكوهيرنس. طب الكوهيرنس ده يا مستر انا بحققه ازاي? زي ما اتفقنا? من خلال اول حاجة كده وصاب ويليبسس. لازم تبقى حافظ الكلام ده لو انت مش حافظه هتضيع والاخر ما تعافش تحل. الكلام طيب عايزك تفهم وتركز في التعريفات ما تنسهاش. يعني ايه يعني ايه كزا? طيب. يجي يقول لك بقى ايه دي عبارة عن سيجنال ويردس. خبه لك من دي كويس. يبقى سيجنال ويردس. طب ايه الكوهيرنس ده? معناها ان الكلمات او اه اه يكون فيها او لوجيكال فلو. لما تلمح دي تعرف انك عايز على طول. طيب. يقول لك ان احنا نستخدم عن مجموعة من الكلمات اللي انها مفهومة من النص ده اسمه طيب معناها ان احنا نستخدم كلمات بدل ما نكررها نستخدم بدلا منها ضمائر يبقى اسمه الموضوع سهل جدا يا جدعان بس عايز حل لو انت دلوقتي تسامع ممكن تكون فهم لك عشرة في المية. عالف لو حليه? هيكمله متين في المية مش مية في المية. طيب انا عايز اكتب باريجراف دلوقت. اي خطوات كتابة اي عمل. عايز اكتب اي عمل في الدنيا. باريجراف اي سي عايز اكتب اعمل ايه? ايه الخطوات? رقم واحد حضرتك ما ينفعش تمسك القلم وتبدأ تكتب وش. لازم تعمل اول حاجة كده اسمها برين ستورمينج. يعني ايه برين ستورمينج دي اصلا ما انا عصف زهني. انا هبقعد كده مع نفسي بقول انا عايز اكتب النهاردة موضوع. الموضوع ده عايز اكتب فيه عناصر كزا عن كزا. يبقى اول حاجة كده برين ستورمينج. بعد ما تعمل بتكتب الفكرة الاسية. اللي هي بتسميها احنا بنسميها اللي بتحكي عنه في الموضوع. انت بتحكي عن ايه? بعد ما تكتبها رقم تلاتة تبدأ بقى خلاص تعمل يعني ايه? هكتب في المقدمة كزا وفي كزا وفي كزا ده اسمه الحاجة الراعة بعد ما تعمل خلاص يعني انت خطبت هكتكتب ايه? ابدأ بقى بسم الله كده وابدأ اكتب. بعد ما تكتب الحاجة الخمسة انت كتبت خلاص مقالين فتروح نشره مباشرة لأ طبعا لازم تعمل الاول تراجع الاول آآ او آآ انك تراجع الاول عشان تعمله تعديل وبعد ما تعمل في الاخر خالص اللي هي الخطوة الستة بتعمل الخطوات دي ما ينفعش نقلبها ما ينفعش مسلا نعمل وبعدين نعمل آآ سوري آآ نعمل آآ لأ يبقى انت قدامك كم خطوة خمس خطوات انت بتعصف زينك الاول وبعدين بتفكر في اللي هكتب فيها وبعدين اعمل اوتلاين وبعدين اكتب وبعدين ما اكتب اراجع وبعدين اعمل تعديل اللي انا لقيته خطأ وبعدين في الاخر كده خالص انشر ما ينفعش ناكل خطوة من دول وما ينفعش ننلي بخطوة مكان خطوة طيب اخر حاجة خلص الفيديو النهاردة السريع ده انا عايدك تفهم القاتي. انا دلوقتي يا مستر قدامي بريغراف. حلو? انا قدام بريغراف زي كده مسلا. او ايسي زي كده مسلا سوري. اه دي عامل كده. انا قدامي ايسي زي ايه ده? ايسي. الاسي ده عبارة عن ايه? عبارة عن مجمع من من البريغرافات. اول حاجة بكتبها العنوان. لازم العنوان يكون بين عنا ما التنصي زي ما انت شايف كده. شايف دول مقلوبين لفوق ودول مقلوبين لتحت. اول جملة انا بسيب نص صنطي وبعدين ابدأ اكتب. الجملة التانية بدأ من الاول. الجملة التالتة بدأ من يا فنديم. ادخل على اللي بعده. بنسيب زي ما اتفقنا. نص صنطي كده وبعدين نبدأ نكتب. والجملة التانية تأمل اول. وبعدين تالتة برد تبدأ من الاول وهكذا. طيب. ايه اللي انت عايز تقوله لي من الاخر? اللي انا عايز اقوله لسيادتك دلوقتي حاجة واحدة بس اهم من كل الكلام اللي احنا قلناه. عشان نهاية بتيجي في الاسئلة اكبر ما يكون. اللي احنا عملناه ده هو اسمه ايه? الشكل اللي انت شفت عن وباريجراف وباريجراف كتير. طيب. اللي انت ده عامل عادية ده اسمه ايه عام? اسمه. الباريجراف ده مكوناته ايه بقى? انت خاتت معايا? هننزل تحت شوية كده هو. احنا هنعمل مقارنة. نعمل شرطة في النص كده عشان نعمل مقارنة. كده في النص. عناصر المقال. وعناصر الباريجراف. ركز معايا. عناصر المقال احنا قلنا تلاتة. وفي الاخر خالص. حلو? طب عناصر الباريغراف ايه? يعني ايه عناصر الباريغراف? يعني ايه هي مكونات اللي انا بكتبها الباريغراف? انا راجل عايز اكتب باريغراف. ايه الحاجات اللي انا بلتزم بيها? ثلاث حاجات. اول حاجة. الحاجة التانية الحاجة التالتة. المستهل انت كتبت الكلام ده مرة قبل كده? لأ بص يا حبيبي. لما تكون بتكتب مقال المقال دي عبارة عن مجموعة بالباريغرافات. تمام? عبارة عن مجموعة من البراغرافات. البراغرافات دي عبارة البراغراف الاولاني اسمه والبراغراف الاخير اسمه اللي في النص دول سواء خمسة ستة سبعة تمانية عشرة هم اسموهم بودي. حلو? ده لو مقال. طب لو البراغراف لازم يكون فيه تلات جمل اساسية. يعني هم بيكون تلاتة بس لا يا حضرتك. لازم اول جملة تبقى اسمها واحدة. البراغراف في كام واحدة. طب المقال فيه كام السؤال ده مهم. المقال فيه كام سنتينس يجد عن المقال يا جماعة بيكون فيه عدد لا محدود من يبركز كده اكتب لك ده بالعرب. عدد التوبك سنتينسيز مش محدد على حسب عدد البراغرافات. يعني ايه? كل في حلو كده? طيب المقال ليه كام مقدمة واحدة. ما ينفعش تكتب مقدمة قلة وتانية. طيب فيه كام جملة في البودي برحتك. مع البودي برحتك. طب النهاية فيه كام جملة? او فيه كام باريجراف باريجراف واحد. طيب نرجع بقى لحتة اللي هنا كنت نحكي فيها من ساعاتها دي. ليه عناص البراغراف? قلنا عناص البراغراف دول زي ما اتفقنا فوق هنا تلاتة. انا كنت نقوم فين? نكتبهم تاني. عناص البراغراف تلاتة. اول حاجة تكتب 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 وفي الاخر كل باريجراف اكتب. اكتب واسمع كده مني كل باريجراف في كل باريجراف في كل باريجراف في باريجراف في بالاضافة الى ان المقال في بودي كونكوليوجن. طب ما هدي كونكوليوجن ودي كونكوليوجن. ما هو الفرق فين? ان في المقال دي الخاتمة اللي بنعملها لكل البراغرافات مرة واحدة في الاخر. لكن انا بكتب باريجراف معين عن مميزات الانترنت. فبكتب جملة اكتبك الاول كده بتفهمني ان البراغراف دي بحكي عن عن المميزات. زي مسلا على سبيل المسال. على سبيل المسال يعني عايزين نكتب باريجراف بسيط كده عن المميزات بتاعت الانترنت. اروح انا كتب اول جملة كده نقطة. انت كده بتفهمتني الجملة دي اول جملة في البراغراف. فانت كده فهمتني ان دي اللي بتحكي لي فيها ان الانترنت مهم. فانا متوقع ان لما اقرأ البراغراف ده هفهم معلومات عن اهمية الانترنت. يبقى انا كده كتبت بقى هبدأ احكي لك تقولك بص هو في الف تمنمية وتلاتين ما كانش في انترنت. لكن لما ظهر الانترنت سهل حياة الناس وبدأ الناس يستخدمه في ارسال الرسايل وكلام كتير. اروح اكتب جملة واحدة الاخص بها البراغراف كله. كده خلصنا الفيديو ده سريعا. الكلام اللي انا قلت ده هقوله تاني بطريقة تانية مختلفة بعد ما خلص. هقوله تاني وعيد وعيد وزيد وفضل عيد وزيد طول السنة. اتفقنا? انا عادي تفهم معايا الكلام ده كويس. طيب اخر حاجة معلش عشان ما نسهاش. يعني دي منهة الدراسات والاحصائيات والامثالة والشرحات اللي انت بتقدمها. الموضوع خلص. انا دلوقتي هطلع مباشرة على حل تمارين كتاب المعاصر الجزء التاني هو البوكلت. يلا نروح مع بعض الاهناك. السلام عليك نتلوقتي هطلع مباشرة على حل تمارين كتاب.